كشافة كشافة في كشافة استعداد طاعة حفظ للعهد كشافة كشافة في كشافة معلومات وثقافة للهمة واض كشافة بسم الله الرحمن الرحيم نرحب فيكم في مخيمنا اليوم على ارتفاع 2400 متر نحن في سلسل جبال كاشكار هذه سلسل جبال كاشكار على ساحل البحر الأسود تمتد من طرابزون بشكل هلال إلى أن تصل إلى باطوم في جورجيا هذه سلسل جبال مرتفعة ارتفاعها يتجاوز 4000 متر مثل ما شايفين هذه الكاشكار عادة بيكون مغطاة بالسلج حتى في فصل الصيف ولكن السنة هاي اجيت موجي حراري بشهر 4 ابريل فداب معظم التلج وهي تتأثر بظاهرة الاحتباس الحراري يعني اختلاف درجات الحرارة عم تيجي حرارة مفاجئة في وقت غير معتادة إليها أدى إلى ذوبان الثلوج عن هالقمم يعني ظاهرة الاحتباس الحراري ما زالت تؤثر على الأرض المهم في عنا ساعة هذه ساعة في كل المعلومات المفيدة لكشاف تعطيك مقياس الارتفاع عن سطح البحر مقياس الضغط الجوي درجة الحرارة أمور تاني شفنا هنا مقياس الارتفاع عن سطح البحر يعني هنا 2400 متر بينما الضغط الجوي الآن حوالي 750 750 تقول لك أنه في ارتفاع بالضغط الجوي يعني ما في تكون سحب متى ما ارتفع المقياس يعني زاد الضغط الجوي لتسعمية ممكن تقول أنه حتيجي المطر طبعا بالأخبار بالنشر الجوي متواقعين يوم غدا حيكون يوم ممطر طبعا لما بكون يوم ممطر المنطقة هاي حتكون كل ضباب ومطر وهوى وبرد الثلوج بهالمنطقة هاي نعطي فكرة عننا المكان اللي احنا واقفين فيه بتطلع ارتفاع الثلج لحوالي 6 متار بينما على القمم هناك 12 متر بقياس الحرارة الآن بقول لك حرارة يعني فيه حرارة 28 درجة هاي دي اعتبر نحن الآن في فصل الصيف وهلأ فيه موجي حراري عالي جدا في تركيا يعني باستبول 38 درجة بطرابزون حرارة عالي نحن على القمم لأن الجو لطيف تقديم مثلا ما تمنع شيء الشيء الجدير بالذكر فيه مخيمنا على هالارتفاع العالي بعد ما عملنا المسير شفنا ببعض الفطور كي كشافي لطأطوا فطور ولكن هالفطور هاي سامي حنشوف هالفطور سامي في بعضها لونة بني في بعضها لونة أبيض يحذر تماما يعني فيه كشاف قال خلينا عمل منها شوربة ولكن الفطور ما كلها بنعمل منها شوربة هاي فطور يا لطيف لو تناول الإنسان تؤدي إلى مغص جديد وقد تؤدي إلى الموت إياك أنت تناول أي فطور من هالفطور اللي بتشوفها بالأرض في مننا كبير هلا حنشوفها بالغاب لما نروح مرة تاني شفناها في مننا كبير في مننا أشكال متعددة الفطور غير السامي إلى شكل خاص مميز إلى هنوريكم يا هدا ممكن تتاكل عادة في مخيمات لتنصب على مثل هذه الارتفاعات لا يشارك فيها الأشبال في المرحلة العمرية عشر سنين في النوم لأنه في الليل تتعرض لانقفاض شديد في درجة الحرارة زائد بعدة عن المناطق العمران هاي بيشترك فيها الكشاف المتقدم أو الكشاف الجوال لأنه أحيانا بيكون فيها تتعرض خطر هون خطر الدب قائم بذاته بالليل هذه منطقة مليئة بالدبابة الدب بمناطق البحر الأسود هذو موطن من موطن الدب الأسمر الدب الأبيض ما بعيش هون مين يعرف فين بعيش الدب الأبيض بالقطب الشمالي نعم بالقطب الشمالي ومن المعروف أن الدب من أشد الحيوانات شراسي وحبا في مهاجمة الإنسان وأكل لحم الإنسان يلطيف القرية اللي هناك جايبين البقر الأبقار من أسفل الوادي لفوق حتى يأكلوا البقر لمدة ثلاثة شهر من المرعة مجانا دون أن يحطوهم طعام فالدب بيشم ريحة البقر وبيلحقهم فلما بيميموا البقر بيحطوهم بأماكن وبيقفلوا البواب مظبوط حتى ما الدب بيحب الغزال بيصطاد غزلان بقر أي لحم بيأتي عليه فلذلك خطر النومي بمخيم بالبرية بهالمناطق هذا خطر خطر حقيقي لأن الدب ما أقول لك والله دول عم يطالوا وعملين رحلة وعملين نتصور وكذا لا الدب بيشم ريحة لحم بدي أكل مين ما كان هاللحم غزال إنسان بقرة أي أرناب دي أكل كشافة كشافة في كشافة استعداد طاع حفظ للعهد كشافة كشافة في كشافة معلومات وثقافة للهمة وعد كشافة